اشتركوا في القناة 13-3 القمر موجود في العقرب راح يكون متواجد في منزلة القلب وهاي المنزلة للضفر والنصر والثبات والربح والسلامة وحكينا لما القمر يكون موجود بالعقرب في هاي الفترة منكون اكثر تطرفا في تصرفاتنا يا منحبه بشدة يا منكرهه بشدة نشعر بانتقاد الغير وحدته بلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب ان نسيطر على مشاعرنا جيدا لاننا قد ننفجر في من حولنا تحت وطأة ضغط عاطفي محبط بوسعنا شراء بوليس التأمين وقراءة رواية بوليسية مثيرة مشاهدة فيلم مغامرات واتخاذ قرارات حاسمة وشراء بيت اما بالنسبة للزوايا الفلكية فاول زاوية راح تكون هي زاوية التقابل سلبية راح تكون بين القمر واورانوس راح تكون في تمام الساعة اربعة وثلاثة عشر دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني بعد الحلقة ابتخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض اما الزاوية التي تليها هي زاوية تقابل سلبية راح تكون بين القمر والزهرة راح تكون في تمام الساعة 11-9 دقائق مساء اكثر المضررين من من كان عنده نوع من انواع المشاكل العاطفية يعني لانه بتجه هدولا لصرف الاموال والنقود بدون حساب اما الزاوية التي تليها هي زاوية تسديس ايجابية راح تكون بين القمر والمريخ وهاي راح تكون يعني في ساعات المغرب او ما قبل المغرب في تمام الساعة 2-59 دقيقة مساء بتلوح الفرصة للحصول على مكسب مالي ومنندفع للاهتمام بصحتنا اكثر اما الزاوية الاخيرة اللي راح تتشكل ما قبل حلقة الغد هي زاوية تثديس ايجابية بين القمر ونبتون راح تكون في تمام الساعة 3-52 دقيقة مساء بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدس وعليه فانه اكثر المستفيدين هم من يعملوا في مجالات الليها علاقة بالفن والديكور والتجميل وبالنسبة للقمر لما يكون موجود بالعقرب يعني خلوه المسار القادم راح يكون يوم 14-3 راح يكون في تمام الساعة 10-5 دقائق يعني في ساعات الظهر تقريبا ورح يستمر حتى تمام الساعة 11-9 دقائق يعني قرابة الساعة من ظهر نفس اليوم لا ينتقل بعدها القمر لبرج القوس اما بالنسبة لعمر القمر القمر انحصار المحدب عمره 18 يوم وفي تمام الساعة 6-59 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بيصير عمره 19 يوم نسبة الإضاءة بتكون 80% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباعها وتحركاتها في الفترة القادمة الشمس في الحوت حتى 20-3 المزاج ممتزج وحكينا ممتزج يعني بتقلب طول النهار بين النحوس وبين السعادة اما القمر في العقرب حتى يوم 14-3 المزاج سعيد عطارد في الدرو حتى يوم 16-3 المزاج سعيد الزهرة في الثور حتى 3-4 المزاج منتحس المريخ في الجدي حتى 30-3 المزاج سعيد المشتري في الجدي حتى 14-5 وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه منتحس زحل في الجدي حتى 22-3 المزاج منتحس اورانوس في الثور حتى 15-8 وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نبتون في الحوت حتى 23.6 وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاج سعيد وبلوتو في الجدي حتى 25.4 وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاج سعيد وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل ثم فرصة لمكسب مالي مصدر شراكة أو تعويد صحتكم أو صحت قريب لكم بحاجة للرعاية ممكن يتغير الوضع لصالحكم مع شرط التحلي بالليوني والدبلوماسية في التفاوض ممكن تضطر لتقديم التنازلات أو تصحيح الأخطاء تقبل آراء الآخرين دون تحفظ ممكن تنشغل بمعاملة أو بمنف هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف القارطة الفلكية إيش بتحكي لك طبعا اليوم أنا شايف أنه بالنسبة للبيت الأول اليوم نفسيتك أحسن في نوع من أنواع الاستقرار بالنفسية رغم كل الضغوط ورغم أن الشمس موجود في بيت المتاعب ولكن أنه تدعمك شوي نفسيا فبتشوف أنه اليوم نفسيتك أحسن وشخصيتك غير تقدر تشحن حالك بطاقة إيجابية في أي وقت أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف اليوم الفرص ممتازة على مستوى المكاسب المالية ممكن تجيك من عمل إضافي أو ممكن تجيك على شكل هدية أو نوع من أنواع الدعم أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف اليوم برضو في عندك كثير من التنقلات أو الاتصالات أو التحركات ممكن اليوم تنجح في اجتياز امتحان على المستوى المدرسي وممكن أنه يكون في عندك مقابلة أو نوع من أنواع الأشياء اللي بمكن تشارك برأيك فيها فبكون رأيك مقبول لأنه عندك سرعة بديها بتقدر تقنع أي شخص بوجهة نظرك الاثتمام الأكثر اللي رح يتوجه خلال هذا النهار هو علاقتك مع أحد الإخوة أو أحد الأبناء ولكن الغالب أنه رح يكون كله متركز على مستوى البيت رح يكون فيه نوع من أنواع الاجتماع العائلي أو اللقاء العائلي أو أخذ مشهورتك في مسألة معينة أو ممكن أنت تبادر بأمر العلاقة بالبيت في منكو ممكن يفكر بالاستثمار يا بعقار يا بمنزل جديد يا بشراء منزل جديد يعني نوع من هذا القبيل والنصف الثاني منكو ممكن يفكر إما بموضوع سيارة أو صيانة سيارة أو شراء هاتف تليفون أو سيارة بس الأغلب أنه كله بتركز على موضوع الاتصالات والمواصلات والإقناع وفرض الرأي والأمور اللي تنطبق على هذا المجال ما بين العلاقة بين الإخوة وبين أفراد المنزل في منكو ممكن يشتري قطعة أثات للمنزل أو يهتم بشراء أشياء للمنزل أو يهتم بصيانة أو ديكور لمنزله أو لمكتبه أما بالنسبة للبيت الخامس فالأمور العاطفية بتبلش ببداية النهار خفيفة ولكن مع ساعات الظهر بتشد الأمور العاطفية بدرجة أعلى فبتصير الحضوض نسبتها أعلى ممكن يتغامر بمشروع جديد أو بفكرة جديدة أو تناقش بمسألة أنت ما كنت تقدر تتخذ فيها قرار فاليوم بتقدر تتخذ القرار في هذا الموضوع في منكو رح يهتم بالحبيب أكثر وممكن يصير فيه نوع من أنواع التواصل مع أحد الأبناء في مسألة معينة أو نصيحته في شيء معين أو الفرح معه بخبر معين أما بالنسبة للبيت السادس فاليوم تقدروا تنجزوا كل الأعمال المطلوبة منكو مهما كانت ومهما كان حجمها يعني ما في مجال أنها تتراكم الأعمال في هذا النهار لأنه عندك طاقة كبيرة لإنجاز كثير من الأعمال ورح تهتموا في مسألة مالية أو في مشروع مالي أو في شيء له علاقة بالدعم المالي في أمور إلها علاقة بالأمور الصحية فالأمور الصحية بنحطها جانبا لأنه مش كثير أنتوا يعني رح تكون مرهقيت كل أمور الصحية بالفترة هاي لأنه تقريبا الأمور مستقرة يعني ما في العدد الكبير من برج الحمل اللي رح يكونوا تعبنين صحيا إلا اللي عندهم أمراض مزمنة ممكن أنه يحسوا بنوع من الضعف أو بعض التوعوكات ولكن أنه مش بالشكل العام أما بالنسبة لبيت الشراكي فأنا شايف أنه خالي تماما ما في أي ضغط لا عليك ولا معك فالأمور بتكون طبيعية بطبيعة العلاقة اللي أنت بتتعامل فيها مع شريكك إن كان بالمال أو بالعاطفة أما بالنسبة للبيت الثامن فكما ذكرنا في بداية التوقعات يعني الأمور ممكن تجيب لك فرص لمكسب مالي من مصدر شراكي أو تعويض وممكن تهتم بصحتك أو بصحت قريب إلك بحاجة للرعاية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأمور بتظلها خالية من الحضوض حتى ساعات الظهور ولكن بعد ساعات الظهور بيصير فيه نوع من أنواع الدعم بيعزز نوع من أنواع الاتصالات الخارجية عندك أو الاتصال مع أشخاص خارج البلاد ممكن نوع من أنواع الدعم المالي أو هدية خارجية أو ممكن تتفقد شخص خارج البلاد أو ممكن أشخاص من خارج البلاد أنهم يرجعوا لأرض الوطن اللي عنده امتحان في ساعات المساء يعني بتكون ساعات الصباح في دول أخرى فهو بيكون يوم مناسب أما بالنسبة لأبيتك العاشر فأنا بقول الأمور اليوم جيدة على مستوى السمعة فهذا بدعم قدرتك على إنجاز كثير من المعاملات خلال هذا النهار والأمور اللي إلها علاقة بالعمل ومكانه جيد بدعم أي شيء ممكن أنه يعزز ثقة الناس فيك أو ثقتك في نفسك لدرجة أنه سمعتك اليوم بتكون شوي ممدوحة أو في نوع من الإطراء لا إلك أما بالنسبة لأبيتك 11 فاليوم في عندك نشاط ممكن دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو ممكن يتوجه لك دعوة لحضور وليم الطعام أو ممكن فرح أو مناسبة عرص مثلا فاليوم إيجابي جدا برضو بدعم موقفك وبكون لك حضوة في الحضور أما بالنسبة لأبيت المتاعب فهذا اللي احنا ذكرنا أنه بعض الأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة هم اللي بدهم يراقبوا وضعهم الصحي انشعروا بشيء غير اعتيادي يراجعوا الطبيب ولكن على الأغلب الأمر ما بيستدعي يعني هي أمور عابرة بتكون ولكن أنه بتكون تهتموا شوي بصحتك وبراحتك بطريقة الغذاء أو نوعية الغذاء اللي رح توكلوه خلال هذا النهار وحاولوا ما تعمل تلبك في نوعية الغذاء على أساس أنه ما يصير في عندكم بعض الأعراض لها علاقة بالأمعاء أو التلبكات المعوية برج الثور بينصب تفكيركم حول تدعيم شراكتكم حافظوا على هدوء عصابكم ونبرد صوتكم ما تعرض لقاءاتك للفشل تحمل هاي الفترة توتر لأنها من أكثر أيام الشهر ضغط لأن القمر مقابلك تماما عشان هيك حاذر من الخصام وما تعادي أي أحد خلال هذا النهار تجنب الخلافات كليا خصمك قوي طباعك ليست هادئة أما بالنسبة لأخارتك الفلكية رغم أنه الضغط موجود من القبر وأنه مقابلك تماما وأنه شخصيتك شوي أقوى ثقتك بنفسك عالية تقدر اليوم تنجز كثير من الأعمال وممكن تهتم بشكلك الخارجي أما بالنسبة لبيتك الثاني فأنا شايف أنه الأمور ممتازة على المستوى المالي رغم الضغط المالي أو النفقات اللي عليك أو الالتزامات اللي عليك إلا أنه فيه فرص للي بيعملوا بالأعمال الإضافية أو اللي إلهم علاقات مع أشخاص ممكن يجيهم نوع من أنواع الدعم وفيه منكو ممكن يحصل على هدية أما بالنسبة للبيت الثالث فاليوم الاهتمام كله على التحركات والاتصالات التنقلات أمور إلها علاقة بالإنبساط اللي عنده مقابلة اليوم برضو بتكون مقابلته ناجحة لأن الحظ بدعمه وهو برضو عنده ثقة بنفسه بشكل قوي جدا أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف أنه البيت الرابع شوي بضغط عليك فعشان هيكي رح يكون فيه نوع من أنواع الاهتمام في المنزل بشكل أكبر رح تهتم بصحتك أو بصحة أحد المقربين لا إلك ولكن أنه أمور المنزل يعني شيئا ما بنقدر نقول أنه مش مشاكل ولكن أنت اللي بتتحكم فيها بطريقة على حسب طبيعة حياتك في منكو رح يهتم بأمور التسوق أو مشتريات للمنزل أو بإعادة تنظيم أو ترتيب المنزل أما بالنسبة لبيتك الخامس فأنا شايف أنه فارغ تماما فعشان هيكي لا في حظ بدعمك ولا حظ ضدك فبتتعامل على حسب طبيعتك وطبيعة العلاقة بينك وبين الحبيب وما تغامر على الحضوض كثير ما تحاول تجرب حظك خلال هذا النهار لأنه الحظ ما بدعمك أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف أنه اليوم فيه اهتمام كثير على المستوى العملي تقدر تنجز كثير من العمال الموكلة لإلك عندك نشاط عالي جدا وعندك نوع من أنواع الاهتمام بالصحة يا إما الأمر إلو علاقة بالتجميل أو إلو علاقة بمراقبة وضعك الصحي أما بالنسبة لبيتك السابع فأنا شايف الأمور الشراكي مثل ما حكيناها أما بالنسبة لبيتك الثامن فأنا بقول للأمور ممتازة على المستوى الشراكي المالي والعاطفي فاليوم ممكن يجيك نوع من أنواع الدعم المالي بيجيك من شخص مقرب لإلك أو سداد دين أو مطالبة بالديون أو إشي أو أوراق أو فوترة أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة لبيتك التاسع فهو فارغ تماما من الحظ ومن النحوس فعشان هيك إذا عندك سفر أو عندك امتحان أو عندك تنقلات فاليوم لا تعتمد على الحظ نهائيا بدك تعتمد على جهدك الشخصي بدك تدرس وتحاول أنك تجهز حالك قبل ما تدخل على امتحانك أما بالنسبة لبيتك العاشر فهو جيد على مستوى بيت السمعة فهذا بدعم موقفك بشكل أكبر على مستوى العلاقات طبعا للي عندهم أعمال يوم الجمعة في الدول اللي فيها عمل يوم الجمعة فهذا بدعم موقفك في شغلك أو مكان عملك وممكن يتوكل لك نوع من أنواع الأعمال وتقدر تنجزه أنت بشكل جيد وما تخاف من عبء الأعمال هاي لأنه هاي راح تكون لمصطحتك في المستقبل القريب أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم نشيط راح تكون على مستوى الدعوات أو اللقاءات أو الزيارات أو تأدية الواجبات فرح يكون في عندك أكثر من مجال أنت بتقدر تتحرك لهم خلال هذا النهار ممكن يتوجه لك برضو بعضكم يتوجه لدعوة لحضور حفلة أو مناسبة أما بالنسبة لبيت المتاعب فهذا اللي شوي بحذرك منه على المستوى الصحي يعني طاقتك ضعيفة وبيت متاعبك مشغول بضغط كواكب سلبية فعشان هيك الوضع الصحي عندك جاهزية أنك أنت تمرض لأنه مناعتك قليلة فعشان هيك إن شعرت بأي أعراض غير اعتيادية حاول أنك تراجع طبيبك وحاول أنك أنت تخذ الأشياء والاحتياطات اللازمة عشان أنت ما تمرض راقب غذائك وخذ قسط كافي من الراحة أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم نظموا جدوى الغذائكم وخذوا قسط كافي من الراحة بترتاح لسير بعض الأمور الروتينية بالرغم من كثافتها راعي ظروفك الصحية ممكن أنك تعيد ترتيب الأوضاع وتتحسن أحوالك من القمر في بيتك السادس فهذا الإشي اللي بيحكي لك ياه يعني هو في بيت العمل والصحة أما بالنسبة لبيتك الأول فأنا شايف أنه الأمور جيدة على المستوى الشخصي فاليوم أنت مشحون بطاقة عالية جدا عندك ثقة عالية جدا بنفسك تقدر تنجز كثير من الأعمال خلال هذا النهار أو الأمور اللي إلها علاقة بالشخصية في منكم ممكن يهتم بمسألة تجميل أو قصة شعر أو إشي العلاقة بالجمال أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف أنه الأمور المالية اليوم ممكن يكون فيه نوع من أنواع البوادر الانفراج خصوصا على العمل الإضافي أو على الأعمال الموكلة لإلك أو استرداد بعض المبالغ اللي بتعود لك وفي منكم ممكن يحصل على نوع من التكريم أو على هدية معينة أو على دعم حتى لو قليل ماديا أما بالنسبة للبيت الثالث فالبيت الثالث ممتاز جدا بدعمك على كثير من الأمور اللي إلها علاقة بالاتصالات والمواصلات في منكم ممكن يخرج بنزهة أو رحلة أو ممكن أنه يكون فيه عنده نشاط تسويقي أو نوع من أنواع المقابلات بقدر يقنع أي شخص بوجهة نظره اللي عنده امتحان برضو اليوم بنجز بشكل جيد في منكم أشخاص رح يهتموا بموضوع السيارات أو موضوع التليفونات أو أجهزة الكمبيوتر هذا يوم برضو مناسب لهذه الأمور أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف أنه فيه ضغط على المستوى للبيت فعشان هيك حاول أنك تمسك أعصابك بتعامل مع أهل البيت أهلك أقاربك كل من يعود للبيت بدك تنتبه بشكل جيد في تعاملك معهم لأنه عندك حساسية عالية ممكن تعصب من أي موقف حاول تتعامل بلين وفي منكم رح يهتم بأمور إلها علاقة إما بالصيانة أو الترتيب أو إلها علاقة بأعمال منزلية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأمور العاطفية والأمور الحضوظ أنا شايف أنها اليوم جيدة بتدعمك بشكل كبير فعشان هيك الأمور هاي حاول أنك أنت تستثمرها اليوم بشكل إيجابي وتدعم وضعك العاطفي بشكل أقوى وحاول أنك أنت يعني ما تعتمد كثير على الحضوظ ولكن أنه بساعدك الحضوظ كمية الحضوظ اللي موجودة بتساعدك في كثير من البيوت إنها تدعم من موقفك أما بالنسبة للبيت السادس فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة لبيتك السابع بيت الشراك المالي والعاطفي فهو خالي تماما من أي تأثيرات فعشان هيك يمكن أن يقول لك أنه لا تعتمد على الحض وعلى أن الأمور بتمشي حاول أنك تراقب طريق التعاملك مع شركائك بالعمل أو شركائك بالعاطفي أما بالنسبة لبيتك الثامن فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى الأمور المالية اللي ممكن تجيك يا من عمل إضافي يا عن طريق شراكي يا عن سداد دين يا أما أنت بترتب أمور لمطالبات مالية أو أمور إلها علاقة بالفوترة ترتيب المصاريف أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا بقول لك ما تعتمد كثير على الحضود إلا إذا كان عندك امتحان أو عندك مقابلة أو سفر أما عن طريق مشتريات أو عن طريق اتصالات خارجية تحاول أنك تحل مشكلة مع أشخاص خارج البلاد اعرف أنه الوضع ما رح يكون لصالحك وممكن تكبر المشاكل حاول أنك تمسك حديتك في طريقة الاتصال أما بالنسبة لبيتك العاشر فالأمور جيدة ممكن اليوم تنجز كثير من الأعمال الموكلة لليلك عندك نشاط عالي في إنجاز الأعمال وبرضو لا تنسى أنك تراقب وضعك الصحي أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف أنه فيه نوع من أنواع الضغط والعصبية اللي بتوتر علاقة بينك وبين أحد المعارف نوع مما أنك انت اكتشفت كذبه أو خيانته أو تلاعبه معك أو استغلالك في مسألة معينة فأنت حاد جدا في طريقة التعامل حاول أنك تمسك عصابك من التهور أما بالنسبة لبيت متعبك فهو آمن تماما فعشان هيك بتقدر تنجز أعمالك المتراكمة وبتقدر تنظم جدول غذائك وبتقدر اليوم تراقب وضعك الصحي بشكل ممتاز جدا برج السرطان تجتازوا يوم إيجابي ببعث على البهجة والإنشراح ما رح يتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا فرصة مناسبة لتحقيق إنجاز أهم إش أنك تحط مخاوفك على الجنب هيك وما تتهرب الأجواء مناسبة للتلاقي والتعارف والحب والغرام يعتبر هذا يعني من أفضل أيام الشهر من ناحية عاطفية أما بالنسبة للخارطة الفلكية فأنا بقول لك إنه نقدر نحكي نسبة ستين في المية منكم العكس اللي أنا حكيته في البداية مع القمر أربعين في المية آه بس ستين في المية لا لأنه رأي البيت هذا سلبي فيه سلبية موجودة فيه في بيت العواطف فعشان هيك الأمور ممكن يكون فيه نوع من أنواع الحدية مع الأحبة خلال فترة هاي أو بعض المشاكل أو الخلافات العاطفية مع الأحبة فحاولوا إنه على مستوى الأحبة وعلى مستوى الشراكة ضاغط البيت هذا فعشان هيك اللي بيحبوا واللي متجوزين خصوصا إنه الضغط نسبة ستين في المية مش بسيطة فهدولا عندهم مشاكل في علاقاتهم الزوجية أو لعلاقاتهم العاطفية بدهم يحذروا من العصبية والتهور وتحليل الأمور بشكل سلبي أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف إنه إيجابي بيدعم وبعطي دعم قوي جدا بالنسبة لشخصيتكم يعني نفسيتكم أحسن من اليومين اللي مضوا فيه نوع من أنواع الثقة العالية اللي يوم بالنفس بالنسبة للبيت الثاني أنا شايف إنه فيه فرص لمالية لها علاقة بالعمل الإضافي أو نوع من أنواع الدعم أو نوع من أنواع الهدية أو هدية عادية أما بالنسبة للبيت الثالث فهذا أنا بحذر منه على مستوى الاتصالات والتنقلات بتكونوا حذرين من التشويش وفي منكم ممكن يتعرض لشيء زي حادث أو دكمة في مكان العمل أو في البيت حتى الإصابات فبتكونوا حذرين أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف عن مستوى البيت اليوم يعني الأمور مستتبة على نطاق البيت في التعامل مع الأبناء والأخوة والأهل جيدة وراح يكون اليوم برضو في نوع من أنواع الاجتماعات العائلية أو النقاشات العائلية اللي بتكون برضو إيجابية البيت الخامس حكينا عنه البيت السادس بتقدروا تنجزوا كثير من الأعمال الممكنة لإلكوا خلال هذا النهار وبتقدروا تحققوا أشياء إيجابية في منكم رح يهتم بوضع صحي ورح يهتم بأمور صحية خاصة فيه وأنا حذرت لأنه سرطان أكثر أشخاص يعانوا من تحسس الصدر فعشان هيك الأجواء فيها غبار ديروا بالكوا احذروا وراقبوا وضعكوا الصحي بشكل جيد أما بالنسبة للأعمال بتقدروا تنجزوا كثير من الأعمال خلال هذا النهار البيت السابع ذكرناه البيت الثامن بنقول إنه فيه فرص مالية بتيجي من عمل إضافي وبرضو عن طريق شراكة أو تعويض وفي منكم ممكن يسترد مال أو يفاوض على مال عشان يجيب الفترة القادمة برضو الأمر رح يكون إيجابي خصوصا تأسيس للدعم المالي أما بالنسبة لبيتك التاسع فأنا شايف إنه الأمور خالية تماما من الحضود فعشان هيك ما تعتمدوا على الحظ نهائيا في أمور الاتصالات الخارجية وتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو في أمور السفر يعني خوفا من نسيان حقيبة تتأخر عن الطيارة الشغلات زي هيك وفي نفس اللحظة في الامتحانات الجامعية ما تعتمد على الحضود بدك تكون دارس ومجهز حالك أما بالنسبة لبيتك العاشر فأنا بقول إنه اليوم يعني أحسن شيئا لو لا إنه الخلافات والعصبية عندك عالية جدا ولكنه هو إيجابي يعني بتقدر تنجز كثير من عمال الموكلة للايلك خلال هذا النهار ولكن حاول إنك ما تعصب وما تفضفض لحد ما بتثق فيه أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف اليوم ممتاز للدعوات للاجتماعات لللقاءات فممكن اليوم صير فيه نوع من أنواع التواصل ما بينك وبين أشخاص أو دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو نوع من أنواع وقوف أشخاص لجانبك لدعمك أو مؤذرتك في مسألة معينة أما بالنسبة لبيتك 12 فهو جيد على مستوى بيت المتاعب فعشانك بتقدروا تنجزوا كثير من الأعمال الموكلة للايلكم بتقدروا برضو في المقابل تهتموا بوضعك الصحي أو وضع قريب للايلكم صحيا برج الأسد بتنهمك في إدخال تعديل على مساكنكم منكم ممكن يغير سكنه بميل أفراد العائلة إلى مديد العون لكم لا تسمح لبعض الالتباسات العائلية أو الشخصية بأنها تأثر عليك أو تأثر على استقرارك ممكن تنهمك بحل مسائل عائلية أو شخصية وممكن تبدو قلق ومتذمر لأقل الإشارات يعني القمر موجود في بيتك الرابع عامل تربيع مع برج الأسد فنوع من أنواع الضغط على مستوى البيت أو نوع من العصبية أو التوتر حاول أنك تمسك عصابك وما تنفعل وما تحلل غلط وما تتهم وما تكون حساس في تعاملك مع أهلك أو أقاربك خصوصا في المسائل العائلية أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف أنه إيجابي يعني نفسيتك اليوم أحسن من الأيام الماضية رغم أنه أنت شوي حساس اليوم ولكن أنه بكون إيجابي بأغلب الأوقات مع الجميع أما بالنسبة للبيت الثاني فهو ممتاز على مستوى المال مش ممتاز جدا ولكن أنه الأشخاص اللي بيشتغلوا خلال هذا النهار أو اللي بيطالبوا بأموال أو عندهم فرص لعمل إضافي خلال هذا النهار بيحققوا إنجازات جيدة ولكن بدهم ينتبهوا من المصاريف الزائدة أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف أنه على البيت الثالث في نوع من أنواع هيكي الاهتمام بأمور العلاقة بالهواتف وأجهزة الكمبيوتر شغلة السيارات لا يعني نسبة قليلة جدا اللي ممكن يهتموا بالشراء سيارة في هاي الأيام ولكن أنه برضو اللي عنده مقابلة أو عنده امتحان خلال هذا النهار بيكون يوم إيجابي ودعم له بشكل كبير بيتك الرابع ذكرنا عنه أما بالنسبة للخامس فأنا شايف أنه العواطف اليوم جياشة عندك حاب تتواصل مع الحبيب بطريقة ما وفيه فرص جيدة للتواصل وممكن تهتم بمسألة شخصية أو مسألة بتخص حبيب لايلك أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا شايف أنه اليوم تقدر تنجز كثير من الأعمال الموكلة للايلك فيه نوع من أنواع الاهتمام بشغل معين أو مركز على شغل معين خلال هذا النهار أو بتتواصل على مسألة معينة إلى علاقة بالعمل فهذا اليوم جيد جدا وفيه منكم ممكن يهتم بصحته أو بصحة أحد المقربين ليله أو ممكن عيادة مريض أما بالنسبة للبيت السابع فهو خالي تماما من أي إشي لا ضاغط ولا سلبي فعشانك بتتعامل بطبيعتك خلال هذا النهار مع شركاء المال والعاطفة فما رح يكون إلا على حسب العلاقة اللي بينك وبين الشريك أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف أنه اليوم برضو بتدعم نوع من أنواع الفرص المالية اللي علاقة بالشراكة أو بالتعويض يعني بتساندك شوي أو بتدعمك شوي أو بتحسن من وضعك المالي شوي إذا كانت المبادرة بالشكل اللي أنا شايفه يعني اللي بيحاولوا أنهم يطلبوا سلفي أو دين أو جدول الديون إلهم أو استرداد أموال بتعود لهم أو مطالبة بميراث مثلا كلها هاي بتساعد بشكل إيجابي أما بالنسبة للبيت التاسع فبقول لك ما تعتمد على الحضوض نهائيا حاول أنك تكون حذر جدا في تنقلاتك واتصالاتك خوفا من الحوادث أو من الأشياء الطارية للأعطال واللي عنده امتحان بده يدرس بشكل جيد حاول تمسك حالك أثناء النقاشات من العصبية أما بالنسبة للبيت العاشر فهو داعم على مستوى العلاقات العامة وعلى مستوى الأصدقاء في ممكن اليوم يعني يكون فيه نوع من أنواع الحركة إلها علاقة بإنجاز الأعمال وتنجز أعمالك ولكن بمساعدة زملاء عمل أو أصدقاء يساعدوك بإنجاز عمل معين البيت 11 دعم البيت العاشر في هاي المسألة فعشان هيك ممكن برضو يكون فيه عندك لقاءات عمل أو اجتماعات عمل أو بحث مسألة إلها علاقة بالعمل المستقبلية ولكن الأمور كلها رح تكون إيجابية أو ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيت المتاعب يعني شايف الأمور إيجابية استقرت الأمور من الضغوط اللي كانت موجودة الفترة الماضية بتقدر تحل كثير من المشاكل خلال هذا النهار عندك سرعة بديهة عالية لحل أدخن مشكلة بتقدر تحلها وتناقش فيها وتمسك عصابك حتى لو انفعلت بتقدر توصل المعلوم اللي بدك إياها أو في منك رح يهتم بصحته أو بصحة قريب لإله أو مشكلة معينة إلها علاقة بأحد المقربين مرج العذراء بتنشطوا في الدراسة والسفر والاتصالات يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة ولتعزيز العلاقة مع أخ أو جار بتقوم بمفاوضات حثيثة ومفيدة أهم مش إنك تعبر عن رأيك وتفاوض بجراءة تتميز بسرعة الخاطر والبديهة والقدرة على إيجاد الحلول طبعا العمر العلاقة في البيت الثالث وهو إيجابي فبدعم الجميع في هاي المسائل اللي احنا ذكرناها أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف أنه حتى نفسيتك اليوم أحسن عندك ثقة بالنفس عالية وفي منك ممكن يهتم في أمور تجميلية خلال هذا النهار أو حتى لباس شراء في يب أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف أنه فيه فرص مالية ولكن بالمقابلة بتكثر النفقات عندك فالفرص بتيجي عادة من عمل إضافي للبيت الثاني أو نوع من أنواع الهدية أو نوع من أنواع الدعم ولكن قلل من المصاريف من عيدها كما مرة البيت الثالث ذكرناه بالنسبة للبيت الرابع يعني خفة الضغوط أو الحدية على مستوى البيت بالعكس اليوم لقاءات ودية أو اجتماعات ودية بتكون خلال البيت ممكن مناسبة أو عزومة أو فرحة أو احتفال ممكن وفي منك رح يهتم إما بصيانة أو ترتيب أو ديكور للمنزل أو بعض المشتريات أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا بقول لك يعني حاول أنك ما تعتمد على الحدوض نهائيا خلال هذا النهار يعني الأمر مش ضاغط ولكن لا إيجابية ولا سلبية فيه ولكن أنا بشوف أنه برضو أنت ما تعتمدش على الحدوض في منك رح يهتم بمسألة بتتعلق في أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف أنه اليوم تقدروا تنجزوا كثير من الأعمال الممكن لألكم وبتقدروا تهتموا بصحتكم أو بصحت قريب أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف أنه الأمور على مستوى الشراك المالية والعاطفية لسه فيها حدية فطريقة التعامل ما بينكوا بين شركائك وحاولوا تمسكوا عصابك وما تثوروا وما تنفعلوا وتعصبوا فتخلقوا مشاكل ما بينكوا بين الشركاء أما بالنسبة للبيت الثامن فهو لغاية ساعات الصباح في ضغط مالي في مصاريف في نوع من أنواع الفوترة أو الاهتمامات المالية ولكن من ساعات الصباح بتفرج الأمور وبتصير تفكر بالحلول أو بتجد الحلول أو نوع من أنواع المساعدات وفي منكوا ممكن يطرح مسألة إلى علاقة بميراث أو بسداد الديون أو بطريقة سداد الديون أما اللي بحصلوا على الأموال خلال هذا النهار فهي بتيجي إما من شراكة أو تعويض أما بالنسبة للبيت التاسع لغاية ساعات الظهر ما تعتمدوا على الحضوض نهائيا ولكن بعد ساعات الظهر بصير الحظ أكثر فاللي عنده امتحان أو مقابلة أو سفر خلال هذا النهار بكون إيجابي جدا أما بالنسبة لبيتك العاشر فالأمور على مستوى العمل أو المؤسسات الكبيرة بتقدر تنجز كثير من العمال خلال هذا النهار وممكن تساعد بعض الزملاء أو الإشادي في بعض الزملاء أو يتوجه لك يعني توكيل معين في عمل معين وتقدر تنجزه بشكل جيد جدا أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف أنه العلاقات العامة أو على مستوى الأصدقاء مش بالقوة الكبيرة ولكن أنه بتقدر تتواصل مع أصدقائك بطريقة إيجابية واللي بيتوجه له دعوة لحضور حفلة أو مناسبة يلبي فالأمر رح يرفه عن نفسه وما رح يكون يوم عابر بالنسبة لإله أما بالنسبة لبيت المتاعب فديروا بالكوا على صحتك أو في منكوا رح يهتم بصحت قريب لا إله وراقب غذائك بشكل جيد وهتم بصحتك مرج الميزان بينصب اهتمامكم حول ضبط ميزانيتكم والفرصة متاحة للحصول على مال بيكون عادة أو على الأغلب من عمل إضافي تتحسن المعنويات وبتقوى الثقة بالنفس بتختفي الهموم وبتطمئنها واجسك وضف أموالك بشكل حكيم ممكن تحصل على ربح من جهة أجنبية أو غريبة أما بالنسبة لبيتك الأول فأنا شايف أنه اليوم نفسيتك خصوصا من ساعات الصباح بتبدأ بيعني نوع من أنواع الطاقة الإيجابية بتساندك وبتساعدك في كثير من الأمور يعني بتقدر تشحن حالك بطاقة إيجابية وتنجز كثير من الأعمال المكهلة لإلك أما بالنسبة للبيت الثاني فذكرنا أول توقعات القمر موجود في البيت الثاني أساسا أما بالنسبة للبيت الثالث اليوم يعني بيكون في عندك نشاط مفرط بالاتصالات والتنقلات والشمات الهوى التنزه الخروجي المناقشات يعني رح يكون فيه نشاط ملفت للانتباه خلال هذا النهار وفي منكم ممكن يهتم بشراء جهاز تليفون أو اهتمام بسيارته أو بسيارة أما بالنسبة للبيت الرابع برضو الأمور جيدة على مستوى البيت بتقدروا اليوم أنه إما غداء جماعي أو عزومي أو الاهتمام بصحة أحد الأبناء أو أحد المقربين ولكن فيه جمعة أو حفلة أو مناسبة لها علاقة بالبيت أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف أنه يعني فارغ من الحظوظ لا إيجابي ولا سلبي بالشكل المعتاد يعني روتيني بطريقة التعامل فعشان هيك تعاملوا بحكمة بدون عصبية مع أحباكو أو بأي شيء له علاقة بالحضوظ أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف نفس الشيء روتيني ولكن أنه بتقدروا تنجزوا كثير من الأعمال المكررة لأيلكو وممكن تهتموا بصحتكو أو بصحة قريب أما بالنسبة للبيت السابع مع ساعات الصباح يعني فيه نوع من أنواع الاتفاق بصير بينك وبين الشركاء فيه نوع من أنواع التواصل أو بعض الحلول الإيجابية لبعض المسائل أما بالنسبة للبيت الثامن فيه ساعات الصباح بصير الاهتمام قوي جدا في الأمور اللي إلها علاقة بالفوترة أو بالأموال اللي بتعود يا إما من شريك يا إما تعويد يا إما أمور إلها علاقة بميراث أو حصر إرث أو أشياء من هذا القبيل وبرضو رح تكون إيجابية ولكن برضو من قللوا من المصاريف أما بالنسبة للبيت التاسع فاليوم إيجابي برضو على مستوى التنقلات والسفر والاتصالات البعيدة والامتحانات فيه يوم برضو بتقدروا تنجزوا فيه أشياء مهمة أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا بالنسبة للوطن العربي معروف يوم الجمعة عطل ولكن بالدول اللي بكون فيها عمل فأنا بقولكم بتقدروا تنجزوا كثير من الأعمال خلال هذا النهار واللي حابب يقدم لوظيفة اليوم هذا مناسب جدا وفيه نوع من أنواع التعامل بينكو بين زملاء العمل أو رؤساكو بالعمل أما بالنسبة للبيت 11 فأنا شايف أنه يعني مش كثير الدعوات اليوم ولكن ممكن أنها لقاءات ودية أو روتينية بتكون بينكو بين الأصدقاء أو زيارة لأشخاص معينين ولكن كله إجمالا تعامل مع الأصدقاء أو الجمعات أو زيارات كلها إيجابية أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف أنه برضو روتيني بيدعمكو بالطاقة شوي بتقدروا تنجزوا كثير من أعمال موكلة لأيلكم فيه اليوم كثير من الحركة والنشاط عندكو فيه أعمال كثير موكلة لأيلكم ولكن في المقابل بقولك يعني حاول أنك تراقب نفسك وتراقب صحتك وحاول أنك تخلد للراحة يعني ريح حالك ما تتعبش حالك زيادة برج العقرب اليوم عندكو نشاط وفيه حيوية وبنجذب إلكو أفراد الجنس الآخر بادروا لخطوة جديدة من شأنها أنها تدعم مركزكم الاجتماعي بتستعيد حماستك وبتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة بتتلقى إشارة أو خبر بتنتعش العواطف وبتزدهر اللقاءات ممكن تتلقى مفاجأة سارة وربما تفرح لحدث كبير هاي معني بالفعل أنه هذا اليوم يوم رح يكون إن شاء الله مميز لألكم أنه بالنسبة للبيت الأول إيجابي جدا بيدعمكو زي ما حكينا بالنسبة للبيت الثاني في فرص مالية اليوم تيجي من عمل إضافي أو نوع من أنواع الهدية أو التكريم ولكن قللوا من المصاريف بالنسبة للبيت الثالث أنا شايف اليوم في عندكم كثير من الاهتمامات والتنقلات والاتصالات واللقاءات وفي منكم ممكن يخرج في نزهة أو في رحلة أو حتى يطلع من البيت المهم إنه في عنده نوع من هذا الشيء أما بالنسبة للبيت الرابع يعني الأمور جيدة استقرت الأمور عن الأمس في نوع من أنواع التواصل مع أهل البيت أو بمشكلة عائلية أو شيء له علاقة بالأهل يعني كان في نوع من أنواع الإجتهاد لحل بعض المشاكل ولكن الأمور جيدة إجمالا أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف أنه في ضغط بينك وبين الحبيب أو نوع من أنواع التوتر في العلاقة بينك وبين الحبيب يعني بتيجي على شكل جولات خلال هذا النهار يعني في جولة مسائية بعدين في راحات جولة عند الظهر بعدين في راحات وبعدين جولة في المساء يعني اليوم تتناوب كثير على المشاحنات بينك وبينك الحبيب أو الخلافات أو المناقشات في أمور مهمة ولكن ما تكون حد الطباع أما بالنسبة للبيت السادس فهو ممتاز على المستوى الصحة وعلى مستوى إنجاز الأعمال المكللة إلك والمهام فبتقدر اليوم تنجز كثير من الأعمال واللي بيعملوا أو حابين يقدموا لوظيفة خصوصا في الدول اللي بيكون في دوام عندهم فهذا اليوم مناسب أما بالنسبة للبيت السابع مع مستوى الشراك المالية والعاطفية شوي في نوع من أنواع الحدية والتوتر طبعا السبب مش معروف ولكن إنه فيه هواجس في أفكار فيه حدية في الطباع تقدروا إنكوا تتعاملوا بشكل روتيني وتمشوا نهار هذا على خير أما بالنسبة للبيت الثامن فاليوم التفكير في الأمور المالية أو التزامات أو فوترة ممكن تحصلوا على مال من تعويض أو من شراكة أو شراكة مالية أو عاطفية طبعا أما بالنسبة للبيت التاسع فاللي عنده سفر أو عنده امتحان أو عنده تنقلات أو اتصالات اليوم فهو إيجابي بشكل كبير تقدروا اليوم تنجزوا وتحققوا كثير من الأمور خلال هذا النهار وبتكون كلها لصالحكم أما بالنسبة للبيت العاشر أنا شايف أنه أمل روتيني طبيعي يعني خصوصا للي بيعملوا يوم الجمعة فبشوف أنه الأعمال روتينية ما فيه لا زيادة ولا نقصان طريق التعاملكم مع زملائك ورؤساكو بالعمل الطبيعية يعني الحدية اللي كانت بتضغط على بيت السمعة انتهت تقريبا يعني خلال الفترة الجاية كلها هادية بتكون أما بالنسبة للبيت اللي 11 في اليوم إما أنك أنت بتبادر بزيارة أو بتم دعوتك لحضور حفلي أو مناسبة أو اجتماع أو لقاء مع الأصدقاء أو تواصل معاهم ولكن أنه بصير في نوع من الاهتمام الواضح ما بينك وبين الأصدقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب ما زالت الأمور الصحية شوي بتشغل فكركم أو بالكم يعني في نوع من أنواع التوتر الصحي أو التعب أو الإرهاق أو الإجهاد أو بعض الأشياء اللي مش معروفة يمكن ممكن هي الأغلب إنها عامل نفسي حاول إنك تهمشها حاول إنك تخلط للراحة وحاول تنشط حالك وتطلع من الجو اللي أنت فيه برج القوس يوم آخر غير مريح صحيا ونفسيا رغم عدم وجود أي مخاطر إنجزوا فقط اللي بوسعكو تنجزوا من أعمال ضرورية وإخلدوا للراحة ابعد عن المغامرة والرهان أو تجربة الحظ ممكن تعاني من تراجع في الأرباح والمعنويات والحيوية أهم إيش إنك ما تجازف بسلامتك فترة فارغة من الحضوظ لأن القمر موجود في بيت متاعبك عشان هيك بضغطك بشكل كبير وبالنسبة للبيت الأول يعني شايف أنا الإيجابية مش قوية كثير رغم إنه نفسيتك أحسن ولكن بشوف التأثيرات من بيت المتاعب بتضغط حتى على نفسيتك فحاول إنك تطلع من الجو هذا بشحن حالك بطاقة إيجابية أو الخروج في نزهة أو نوع من التغيير الجو أما بالنسبة للبيت الثاني فاليوم بتنفتح أبواب للفرص المالية أو بتجد حلول لبعض الأمور العالقة من الأمور المالية ممكن تحلها اليوم أو تفوترها أو تجدولها أو تضع طريقة خطة لعملية الحلول المالية وفي أشخاص اللي بيشتغلوا بالعمل الإضافي ممكن يحققوا نتائج ممتازة خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف أنه الأمور جيدة على مستوى التنقلات والرحل ممكن اليوم تنجزوا إنجازات ممتازة أو يكون عندكوا نوع من أنواع التواصل الخارجي اللي عنده رحلة أو مناسبة أو تنقلات أو نقاشات اليوم بيقدر يقنع أي شخص بوجهة نظره اليوم مناسب جدا أما بالنسبة للبيت الرابع فمازال أمور البيت شوي فيها نوع من أنواع السلبية يعني عدم تفاهم عدم ارتياح انشغالات ضغط على مستوى البيت مع أحد أفراد البيت خلاف داخلي يعني من هذا القبيل وممكن تراكمات عمل تكون أما بالنسبة للبيت الخامس فهو متقلب هذا النهار ما بين خالي من الحضوض وما بين في حضوض يعني في نوع من أنواع التواصل مع الحبيب ولكن متقطع ولكن الكم الأكبر هو بكون ما بعد ساعاته الظهر في نوع من أنواع التواصل مع الحبيب أو الاتصال فيه ولكن كلقاءات شايف أنه يعني مش كثير الأمر مرجح إلا في عند المساء يعني أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف أنه اليوم الأعمال كثيرة ومتطلبات كثيرة تقدروا تنجزوا كثير من الأعمال ولكن في نوع من أنواع الاهتمام الصحي اليوم يعني بتهتموا بصحتكوا ممكن بسبب نقص المناعة أو الحدية يعني بتعاني من نوع من أنواع الأمور مثل الرشح أو الحساسية أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف الأمور ممتازة على مستوى التعامل مع الشريك في نوع من أنواع التوافق صحيح مش عالي كثير ولكن متفقين يعني ما في مشاكل نحكي واضحة في الموضوع ولكن أنه بتقدروا تتفاهموا وتتوصلوا لحلول كثيرة أما بالنسبة للبيت الثامن يعني فرص الأمور المالية أضعف من البيت الثاني فعشان هيك يدعم أمور خارجية أو عن طريق شراكة أو هذا يعني قليل جدا اللي ممكن يحصلوا على أموال بتيجي عن طريق شريك يعني قليل جدا من زوج أو من زوجي يجيك شوية دعم خلال هذا النهار نسبة قليلة من القوس ولكن بظل الاهتمام المالي موجود أما بالنسبة للبيت التاسع فهو خالي تماما يعني لا حظ معك ولا ضدك فعشان هيك ما تعتمد على الحظوظ إذا عندك امتحام دك تدرس وإذا عندك سفر بدك تستعدله بشكل جيد وتتفقد أغراضك بشكل جيد وما تتهور على الطرقات أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة فأنا شايف أنه جيد الفترة هاي بدعمك على مستوى العمل على مستوى العمل بالمؤسسات الكبيرة تقديم طلبات توظيف علاقة مع الأصدقاء مع الزملاء بالعمل أو رؤساء العمل بتكون مستقرة وجيدة أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فأنا شايف أنه برضو خالي ما فيه لا شيء إيجابي ولا شيء سلبي فعشان هيك منقول أنه الأمور على طبيعتها أما بالنسبة لبيت المتاعب ذكرنا أنه القمر موجود فيه فبضغطك على مستوى العمل فعشان هيك يحاول أنك أنت تهتم بصحتك شوي وأخلد للراحة من وقت لآخر ما تجهد نفسك زيادة برج الجدي بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا الأصدقاء بترتاحوا إلى صحبتهم بوسعكم تحقيق أمني بمساعدة صديق هاي فترة مميزة للتحالف والتعاون وللمشاركة الفعلية اقتنس لإعلان رأيك وللحصول على موقع معين تفاعل مع المسؤولين بمرونة يعني القمر جاي في مكان ممتاز بالنسبة لإلك بيتك الـ 11 عشان هيك اليوم رح يكون إيجابي أما بالنسبة لبيتك الأول فاليوم يعني شوي نفسيتك أحسن من الأيام اللي مضت مشحون بطاقة إيجابية جيدة في نوع من أنواع التفاهم مع الذات عندك تقدر تكمل على هذا المنوال أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف أنه برضو جيد بدعمك بشكل إيجابي على المستوى المالي فرصة لمبلغ مالي من عمل إضافي أو نوع من أنواع الدعم بس أنه قلل من مصريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف أنه اليوم فيه كثير من النشاطات كثير من التحركات وكلها رح تكون بشكل إيجابي ودعمي لإلك فعالي اللي عنده امتحان اليوم بيبدع فيه واللي عنده مقابلة بيقدر يقنع أي شخص بوجهة نظره أما بالنسبة للبيت الرابع يعني أمور البيت مسيطرة عليها شيئا ما ما فيه أي سلبية بالعكس كله تعاون إيجابي ممكن تنشطه اليوم في ترتيب أو تنظيف البيت أو بعض الصيان إلى بعض الأعطال المنزلية أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف أنه برضو إيجابي جدا بدعمك على شكل جيد مع الحبيب مع الحضوض نوع من أنواع التفاهم نوع من أنواع التواصل الإيجابي مع الحبيب بشكل جيد أما بالنسبة للبيت السادس فهو ممتاز جدا بتقدر تنجز كثير من الأعمال الممكن لإلك وبتقدر اليوم تعمل أشياء كثيرة ما كنت متوقع أنك أنت تنجزها بالأيام الماضية أهم شيء أن تكرر المحاولة عشان توصل لها المرحلة هاي وفيه نوع من أنواع الاهتمام بالوضع الصحي أو الجمالي أو بتتفقد أشياء معينة أنت حاب تعملها في نفسك مثل التجميل مثلا أما بالنسبة لوضع الشراكة يعني بيت الشراكة المالية العاطفية فهو حاد جدا فعشان هيك طبيعتك مع الشركاء بالعاطفية أو بالمال رح يكون فيه نوع من أنواع الحدية في طباعك فحاول أنك تمسك حالك من ردات الفعل العنيفة هاي أو العصبية الغير مدروسة عشان ما يصير فيه فجوة بينك وبين الحبيب أما بالنسبة للبيت الثامن فهو جيد على المستوى المالي بيجيب لك حضوض وبيجيب لك أموال عادة تيجي إما من شراكة أو تعويض أو ممكن يجيك على شكل استردادات لبعض الديون أو الالتزامات ممكن الأمور المالية اللي لها علاقة بميراث أو حصر إرث تتفاعل أو تن يعني يصير فيه نوع الحديث عنها خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت التاسع فهو ممتاز جدا بتقدر اليوم تتحرك بأرياحية تقنع أي شخص بوجهة نظرك تتواصل مع الحبيب بشكل ممتاز جدا اتصالاتك الخارجية ممتازة جدا يعني على كل الخطوط ممتاز حتى اللي عنده امتحان اليوم بنجز بشكل جيد أما بالنسبة لبيت السمعة فتقريبا اليوم بنتهي الضغط على بيت السمعة بتكون الأمور ممتازة جدا وجيدة لكثير من الأمور اللي لها علاقة بالشركات الكبيرة أو الزملاء بالعمل أو المؤسسات اللي إذا أنت حاب تقدم لعمل أو إشي فهذا بدعمك بشكل ممتاز وبيت الأصدقاء حكينا عنه وبيت المتاعب شوي بدك تنتبه لصحتك لأنه مناعتك شوي نازلي فبتطلب منك الأمر أنك تهتم بصحتك شوي حاول أنك تركز على أمور الفيتامينات وحاول أنك تشرب أشياء سخنة وحاول أنك تراقب غذائك بشكل جيد وأخلد للراحة من حين لآخر برج الدلو يوم مناسب لمن يبحث عن عمل أو برغب في إدخال تحسين عليه واللي بيعمل بينجح في إثبات جدارته نير رضى المسؤولين حافظ على هدوءك وما تحاول إثارة الفتن هاي فترة مهمة وبتمتحنك لا تضعف ولا تستسلم ولا ترتكب الأخطاء حافظ على رصانتك وتمسك بمسؤولياتك القمر طبعا موجود في بيتك العاشر في بيت السمعة فعشان هيك هاي توقعاتك لبيتك العاشر أما بالنسبة لبيتك الأول فأنا شايف أنه اليوم يعني أفضل من الأمس بين من ناحية الشخصية والنفسية الأمس كان ضاغط كثير عليكم اليوم أريح شوي يعني النفسية مرتاحة أكثر ثقة في النفس أكثر وخصوصا مع ساعات الظهر كل ما تقدمنا لساعات الظهر كل ما كانت أفضل وأفضل أما بالنسبة للبيت الثاني فهو طبيعي هادي ما فيه ولا أي شيء لا إيجابي ولا سلبي فمنحكي روتيني ولكن أنه قللوا من المصاريف وقليل منكم ممكن يحصل على هدية أو ممكن يحصل على أموال من عمل إضافي أما بالنسبة للبيت الثالث فاليوم فيه عندكو كثير من الاتصالات والتحركات فيه عندكو نشاط كبير خلال هذا النهار فعشان هيكي اليوم رح يكون إيجابي بالنسبة لألكو بتحققوا فيه إنجازات كثيرة وخصوصا بعد ساعات الظهر أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف أنه فيه بعض الأمور العائلية بتظلها لافتة انتباهكو ومشغليتكو بالفترة هاي فيعني بدها شوية غدوء منكو وما بدها نوع من أنواع الحدية بالتعامل فيه منكو رح يهتم إما بشراء أشياء للبيت أو أنه يهتم بصياني أو أمور إلها علاقة بالبيت أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف الأمور العاطفية أحسن من يوم أمس برضو يعني فيه نوع من أنواع التواصل مع الحبيب خلال هذا النهار فيه نوع من أنواع الثقة المتبادلة فيه نوع من أنواع الحظوظ بتدعمك بشكل جيد أما بالنسبة للبيت السادس فاليوم تقدروا تنجزوا كثير من الأعمال الموكلة لإلكم وفي نفس اللحظة بتقدروا اليوم تحققوا إنجازات كثيرة وخصوصا اللي بكون مهتم بالوضع الصحي أو عمل فحوصات أو عنده اهتمامات بالصحة فاليوم بكون إيجابي رغم أني شايف أنه في منكم بفكر في عملية تجميل أو إشي العلاقة بالتجميل أما بالنسبة للبيت السابع فهو فارغ تماما على مستوى الشراك المالي والعاطفي فالأمر روتيني طبيعي ما بينكم حاول أنك أنت تمسك حالك من الحدية والعصبية عشان ما يصير فيه مشاكل أما بالنسبة للبيت الثامن فيه فرص اليوم لأمور الفوترة أو الدعم المالي بتيجيكوا من شراك أو نوع من أنواع التعويض يعني تعطيكوا فرص جيدة أما على مستوى البيت التاسع فأنا شايفه فارغ تماما برضو من الحدوض لا معك ولا ضدك فعشان هيك حاول إذا عندك امتحان أنك تكون مستعد بشكل جيد إذا عندك سفريات أو تنقلات رتب أمورك بشكل جيد وأغراضك حاول أنك تتفقدها خوف من النسيان أو فقدان بعض الحاجيات وبالنسبة لبيتك العاشر ذكرنا يعني الفرصة ممتازة بالنسبة للأمور اللي إحنا حكيناها أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف أن الأمور على مستوى الصداقة اليوم أحسن برضو من الأمس اليوم في نوع من أنواع التواصل أو إصلاح ما أفسد بالأمس بتقدروا تصلحوه خلال هذا النهار يعني الوضع إجمالا رح يكون بوضع جيد والإشي الأهم أنه الضغط الكبير اللي كان على بيت المتاعب اللي بيضغط الصحة وبيضغط بالعمل وبيراكم الأمور اليوم بيبلش مع ساعات الصباح يخف كل هذا الضغط فبتصير الأمور أهدى على بيت المتاعب لدرجة أنه اليوم تقدر تحقق كثير من الإنجازات وتنجز كثير من الأعمال المهمة بالنسبة لإلك برج الحوت يصلكم خبر صار من بعيد وبتشعروا بقوة العاطفة مع الأحباء يوم مناسب لإجراء مقابلة بتستعيد حماستك وبتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة كمان ممكن أنك تتلقى إشارة أو خبر صار خصوصا من بعيد أو من أشخاص خارج البلاد أو من أشخاص بيشتغلوا في مؤسسات تعليمية أو بتعطي دورات بتكون الفترة فيها نوع من أنواع الحركة بشكل جيد وبتشكل هذا اليوم بشكل محطة انطلاق بورشة جديدة أو فكرة جديدة القمر طبعا في بيتك التاسع وهو جيد وبدعمك بشكل ممتاز أما بالنسبة لبيتك الأول فلغاية ساعات الظهر بظل الأمور فيها نوع من أنواع الضغط ولكن بعد الظهر بتلاقي الأمور عن المستوى الشخصي صارت جيدة حيويتك صارت غير اهتمامك بنفسك بصير غير وحتى اهتمام أصحاب الجنس الآخر بصير فيك غير أو نظرتهم لا الكو غير أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى البيت الثاني من ناحية المالية يعني اليوم بعطي برضو فرص مالية جيدة وخصوصا في ساعات العصر ويعني بتيجي من عمل إضافي وممكن تيجيكوا على شكل هبة أو هدية أو ممكن تيجيكوا هدية أما بالنسبة للبيت الثالث اليوم في عندكو كثير من التحركات والاتصالات والنقاشات وفي منكو ممكن يهتم بشراء تليفون أو جهاز كمبيوتر أو سيارة أو يهتم بصيانة سيارتو أو تنظيفها يعني في عندكو اهتمام بكل إشي له علاقة بالاتصالات والمواصلات وبكون جيد والحظ بيدعمكو في هاي المسألة أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا بشوف على مستوى البيت شوي بتكو تمسكوا حالكم من الحدية في التصرف مع حباكو أو أهل البيت ممكن بعض الأعطال تصير المنزلية تهتموا فيها أو بصيانتها يعني في نوع من أنواع الاهتمام المنزلي اليوم أو بصحة أحد المقربين لإلكم أما بالنسبة للبيت الخامس فهو خالي تماما من الحضوظ لا إيجابي ولا سلبي رغم أنه في ساعة الظهر ممكنها يجيكو خبر من حبيب أو اهتمام أو اتصال أو رسالة ولكن مش بالشكل اللي أنتو بتكويا أما بالنسبة للبيت السادس فاليوم تقدروا تنجزوا كثير من الأعمال الموكلة لإلكم وتهتموا بصحتكم أو بصحت قريب لإلكم أما عن مستوى الشراكي فالأمور هادية روتينية طبيعية ما في أي مشاكل أو خلافات بالعكس اليوم تقدروا حتى تحلوا إذا كان في مشاكل سابقة اليوم تتناقشوا فيها لحلها أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف اليوم يعني بدنا نقول أنه في بعض الإنجازات ولكن في ساعات العصر إلا الأمور المالية أو الفوترة أو نوع من أنواع الدعم ممكن أمور تيجيكوا من شراكة أو من تعويض أو أمور إلها علاقة باسترداد الديون أما بالنسبة للبيت التاسع فذكرنا كل الأمور اللي بتتعلق فيه بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف أنه الأمور اليوم بتبلش على مستوى الضغط اللي كان موجود خلال الفترة الماضية على بيت السمعة اليوم يبلش يخف بشكل جيد لدرجة أنه اليوم تقدر تنجز كثير من الأعمال اللي لا إلك وبتحط خطة للأيام القادمة أنت كيف أنك تمشي أمورك أما بالنسبة لبيتك 11 فعلى مستوى الصداقات برضو اليوم يعني من ساعات الظهر بصير فيه اهتمام لدعوة أو لحضور حفلة أو مناسبة أو زيارة أشخاص لبيتهم أو نوع من أنواع التواصل فيه نوع من أنواع المساعدات ما بينك وبين الأصدقاء أو التعاون بكون برضو جيد أما بالنسبة لبيت المتاعب برضو اليوم هو تقريبا بنحكي بخفة ضغط الكبير اللي كان عبيت المتاعب في الفترة الماضية اللي أضعفك جسديا ونفسيا اليوم بصير أخف من ساعات الصباح تقريبا فبتكون الأمور إيجابية وممكن يجيكو خبر جيد وممكن أنه أنتوا تهتموا بصحتكم أو بصحت قريب لإلكم حاول أنك تهتم بحالك أكثر وحاول أنك أنت تخلد للراحة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر